في الشان الاقتصادي أقرى المجلس الاقتصادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي وشدد المجلس أثناء اجتماع له على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي لوضع حد لما وصفه بالعبث في أقوات ومعيشة المواطنين وأضاف أن ما حدث من ارتفاع في أسعار العملة خلال اليومين الماضيين غير مبرر بل مفتعل جراء المضاربات التي أثرت على السوق النقدية حسب تعبيره وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرفين المخارفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة اشتركوا في القناة